بها المستقبل أهلا بك أهلا وسهلا شكرا لكم على استجابة الدعوة نبدأ بك أستاذ علي ربيج تقريبا هذه الانتخابات التشريعية المزمع يجرؤها في 12 شهر جوان المقبل استطعت بين قوسين على الأقل فيه إجماع في هذا الصدد استقطاب ما يسمى بالكفاءات الكفاءات الوطنية التي كانت في وقت مضى تنفر من العمل السياسي ما الذي تغير بشكل العام هل تعديل قانون الانتخابات وما فرزته هذه التعديلات الجوهرية استطاعت أن تستقطب الكفاءات اليوم تحدث عن قبل كبير من أستاذ الجماعيين سواء الترشح في قوائم حرة أو الترشح كذلك في صحوف أحزاب سياسية حتى كذلك شفنا ترشح هذا الكبير من السحفين كذلك شكرا شكرا على الدعوة سيدي والتحية لضيفك الكريم وكل المشاهدين وإذا كانت تعطيني فرصة أننا نحمد الله على عودة البحارين سالمين غانمين إلى أهلهم في ولاية تيبازة بالفعل سؤال مليح وجوهري فيما يتعلق بما هو السر وراء عودة هذه الطبقة اللي هم النخب الجامعية الإعلاميين المحامين النخب التي لطالما قاطعت وكانت في حالة عزوف عن ممارسة الفعل السياسي والعمل السياسي اليوم هذه العودة هو مؤشر إيجابي هذا المؤشر إيجابي نتيجة قراءة في الوضع الذي نمر به والذي وصلت به الجزائر من خلال هذه المحطات التي عبرناها منذ 22 فبري من حراك الشعب المبارك إلى يوم من هذا كل هذه المحطات وقانون الانتخابات الجديد والدستور الجديد والأليات والضمانات وحتى الرعاية التي يوليها الرئيس السيد عبد المجيد تبون فيما يتعلق بإسرار ووقفاته فيما يتعلق بالذهاب إلى انتخابات شفافة ونزيهة وكذلك الامتحانات التي مرت بها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي أعطت إشارة قوية بأن اليوم سنمضي إلى انتخابات حرة ونزيها وتعطى فرصة للجميع بالإضافة إلى أن القوائم الحرة وكذلك الأحزاب السياسية دارت عملية مراجعة لخطاباتها السياسية ولكذلك مسألة الانفتاح على هذه الكفاءات فعودت خاصة لما نتكلم عن الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية عودت رجعت للإطارات والخزان من الإطارات من الأطباء من الدكاترة من الإعلاميين رجعت حتى تدخل في مرحلة جديدة لأن مرحلة جديدة اليوم نمضي إلى انتخابات حقيقية وامتحان صعب ومنافسة شرسة وقوية الفيصل فيها هو الصندوق والحكم هو الشعب لهذا لا أتوقع لأي حزب أو أي قائمة حرة أنها تغامر بقائمة ليست في المستوى المطلوب لأن المرحلة حساسة وأن المجلس الشعب الوطني القادم سيكون مغاير تماما عن المجال السابقة لماذا؟ لأن الضرف أو هكذا يؤمن على الأقل ضروري ضروري لأننا نمضي الآن إلى مرحلة مهمة جدا علينا أن ندعم ونغضي هذه المؤسسات لسيمة البرلمان المجلس الشعب الوطني بكفاءات تكون على قدر التحدي وكذلك الرهانات على المستوى الداخلي فيه ورشات تفتح في هذا البرلمان على الجانب الاقتصادي التربية الجامعة إذن نحن بحاجة إلى كفاءات وناس مختصين باش ينقصوا على مستوى اللجان داخل المجلس الشعب الوطني هذه الورشات التي ستفتح وبالتزامن وبفتح النقاش حتى مع المجتمع المدين إذن نحن بحاجة إلى كفاءات هذا الوطن بغض النظر على اللون السياسي الذي يأتي به إلى المجلس الشعبي ولكن هو يحمل هم هذا البلد وهم هذا الوطن لكي نضع اليد في اليد وننضي نحو مرحلة جديدة بالتالي بحد ذاته هذا الإقبال الكبير للكفاءات الوطني من أساتذة محامين صحفيين وغيرها بحد ذاته مكسب 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 وليس مكسب للحزب أو للقائمة بل هو مكسب للجزاء والعملية الديمقراطية والعملية الديمقراطية ومؤسسة سياسية مهمة هي السلطة التشريعية اللي كنا قلنا أنه لابد أننا نذهب إلى توازن بين السلطة والمؤسسة التشريعية عندها مهمة جدا كبيرة خاصة في ظل الدستور 2020 أذهب إليك أستاذ فاتح بوطبيق لنثري هذه النقطة ومن ثم نذهب إلى البرامج التي تقدمت بها مختلف الأحزاب السياسية من بينها حزبكم هل اليوم خروج الأحزاب السياسية من بوتقة المناظرين القاعدة النضالية وترشيح كفاءات من داخل من خارج هذه الأحزاب هو قناعة منها بضرورة التغيير أم هو بحد ذاته تماشيا فقط مع التعديلات التي رفقت قانون الانتخابات وكذلك المعطيات التي فرضتها العملية السياسية بعد حرارة 20 فبراه نعم أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم ببداية تحية مسائية وتحية لكل لكم والضيف الكريم وكذلك لسيدة المشاهدين في الحقيقة اليوم أحزاب السياسية أمام معركة جديدة وهو امتحان كذا كان اليوم لما نضع الأفكار لنتبرز ونضع الأشخاص حتى يزكونوا من طرف الشعب هي معركة بناء الوعي والاقتناع دون شك هذه المعركة تحتاج إلى ألسن يعني فصيحة وإلى قلوب سادقة وإلى أذان سغية وبالتالي سنعمل جميعا على بناء هدوء عام حتى نستشفى في المستقبل ونخرج دون شك بعد الحراكة المبارك وعودة ونشوها الحياة السياسية من طرف الكثير من أفراد الشعب الجزائري دون شك قاتلات الأمة هم النخب بمختلف المستويت اللي رأي فيها اليوم نجب أن نطعم الحياة السياسية بكفاءات اللي قادة تحمل ما يسمى بأسلوب النضال السياسي حتى نجد في البرلمان القادمة إن شاء الله من المنتخبين الذين يستطيعون أن يحملون هموم هذا الشعب الجزائري ويكون هناك نقاش جاد وفعال من أجل معالج القضايا الأساسية في الأمة وبالتالي ستكون هناك المخرجات سواء قوانين في المستوى سواء رقابة برلمانية سواء سواء أجهزة تنفيذية اللي تكون تبني قارات وقارات ثورية والتي ستجد الأذانة ساغية وتجد القبول لدى الشعب الجزائري دون شكل اليوم اللي نتكلم عن المشاكل الموجودة هي ترقمت موجودة ولا يختلف فيها إثنان ولكن هل تبقى دار القماني على حالها بل بالعكس اليوم الكراء راه في مرمى الشعب الجزائري والكراء راه في مرمى كذلك كل النخبة الجزائرية كيف ننخرط في عملية سياسية قوية وهي الانتخابات لأنها بالنسبة لنا في جبهة المستقبل هي الأسلوب الآمن للتغيير وبالتالي اعتبرنا شعارنا في الانتخابات انتخب المستقبل مهما تكون المشاكل الموجودة مهما تكون التناقضة الموجودة مهما تكون المحاكمات السياسية الموجودة فالمستقبل يسعونا جميعا يقضع الفراغات ويقضع التناقضات وبالتالي الأجيال القادمة يتنتظر فينا وبالتالي على ما أظن يجب أن نتغنى حقيقة بمسار الشهداء المجاهدين ونثمن ما هو موجود ونجب أن نضع ثقة في بيناتنا بالرغم من العوائق القانونية الموجودة بالرغم من أداء العنصر البشري أحيانا ما يكونش في مستوى لأنه أداء يكون معزول فعلى ما أظن المعركة رهي بداد معركة بناء الجزائي الجديدة تحتاج إلى تطليق بعض الأفكار البالية والخروج من بعض الهاجس حقيقة نبقى نتخوف العملية الانتخابية وما لازمش تكون هاجس اللي عوقنا على صناعة إرادة شعبية قوية في آخر ما تفنح لكلنا جزائريين ونحتاج إلى جبهة وطنية قوية مانعة تمنع كل المشاكل الموجودة وتمنع الداخل والخارج وتخرجنا من المرحلة اللي لدينا فيها الآن ونمشي إلى بناء مرحلة أخرى أكثر استقرار وأكثر عمان ونستشرف الغد القادم المشرق ونحن نعلم جيدا نحن في جبهة المستقبل نعتبر أنه من يمكنش تكون عندنا انتلاقة اقتصادية قوية بعيدا على بناء بيئة سياسية قوية نظيفة وهنا البيئة السياسية تحتاج إلى أحزاب سياسية في المستوى تحتاج إلى سلطة سياسية سواء في المولادة تكون قوية وتحتاج إلى معارضة قوية ويكون هناك تدافع إيجابي بينها وبالتالي يكون هناك انتجاب تحتاج إلى ممارسة سياسية قوية هل لمسنا ممارسة سياسية جديدة مع بداية هذه الحملة الانتخابية هل طبعا هل أحزاب سياسية وحتى القوائم الحرة واعيا اليوم بهذه المسؤولية وأن هذه الانتخابات التشريعية ستكون فقط مجرد بداية لمسار سياسي جديد في البلاد طبعا الإجابة أهلا بكم مشاهدين من جديد نواصل نقاشنا حول مجرد الحملة الانتخابية نحو 1500 قائمة تم قبولها لدخول معتركة الانتخابة التشريعية المجمع الجوهي يوم الثاني عشر من شهر جوان المقبل أعود إليك أستاذ علي ربيج عدد كبير من القوائم في ولاية تقريبا العاصمة نحو 50 قائمة أو أكثر 36 قائمة 36 قائمة ولاية أخرى كذلك عدد كبير من القوائم على الأقل في المدن ولاية الكبيرة شوف هذا الأمر رح يخلي الناخب يكون تقريبا محتار من أمره أي قائمة يختار حتى نوعية الخطابات السياسية تقريبا نفس الخطاب يتكرر لدى مختلف قادرة الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة في الشقة الأول فيما يتعلق في العدد الكبير من هذه القوائم نذكرك ونذكر سادة المشاهدين أنه هذه المرة كان فيه تصفية شبهة يعني عميقة فيما يتعلق بقبول ورفض بعض الشخصيات ورفض حتى بعض القوائم بعد أن تدخلت المصالح الأمنية المشتركة في مسألة التحقيق لهذا ليعتقد اليوم المواطن يكون مرتاح فيما يتعلق بالأشخاص الموجودين في القوائم في الحزب أو حتى الحرة أنها شخصيات نازية وأنها بعيدة على شبهة الفساد والمال الفسد وعلى الضوائل الفسدة لماذا؟ لأن المصالح الآن حقت وكذلك السلطة تجاوبت مع هذه التحقيقات وحتى بعد طعن على مستوى المحاكم الإدارية والمجلس الدولة اليوم هذه القوائم تعبر بالشكل الحقيقي على شخصيات برغم أنه فيه بعد قادة الأحزاب تحفظها تحفظها لا ما زال نفس الممارسات ما زال شراء بعض الأصوات وغيرها هذا أمر آخر فيما يتعلق بالتزوير المعنوي التزوير المعنوي لا تستطيع السلطة المستقلة أنها تراقب شخصية مواطن يمكن أنه يبيع أو يشري استمارة هذا صعب جدا ولكن الآن القانون واضح أن التجاوزات لما تكون في خلال الحملة أو يوم الانتخابات السلطة لا بد أنها تحرك الآلة القانونية هذا الشق الأول الشق الثاني في مسألة ترشيد هذه القواب أنا نتكلم لك على حزب جبهة التحرير اللي هو يبقى حزب كبير في الجزائر والأجواء كل يعني التعليقات وكل المراقبة تجاه هذه الحزب اليوم هذا الحزب رفع شعار نتجدد ولا نتبدد وكل الانتقادات كذلك والانتقادات لأنه حزب كبير والشيء متوقع عادي نحن متوقعين هذا الشيء اليوم الحزب اقطع مع الممارسات الماضية وافتح مجال لإطارات هذا الحزب وتشوفوا بعدين القوائم رح تخرج من خلال دكاترة ومحامين وأطباء هذه النقطة النقطة الثانية نتعلم فيما يتعلق بالخطاب الخطاب السياسي لهذه الحملة الانتقابية أو بالنسبة لحزب جبهة التحرير أو جبهة المستقبل ضروري أننا نغير بالخطاب السياسي اللي كان موجود في السابق لاجب أننا نتجع على الأقل بالنسبة لحزب جبهة التحرير وهذه تعليمات القيادة والأمين العام لحزب جبهة التحرير أن نمضي إلى خطاب واقعي أننا لا نعد بالشيء اللي ما نقدروش عليه لكن نعد بالشيء اللي نقدرو عليه والحزب منتشر على كل الولايات الوطن وعنده كل الاستعداد والجاهزية بأنه يدخل هذه الانتقابات لكن ضروري أننا نبتعد عن الخطابات الغير واقعية نعد بما نستطيع أننا نقدم نعد بما نستطيع أننا ننجزه مع العلم أن جبهة التحرير اليوم رؤساء البلدية ورؤساء المجالس الولائية موجودين وممكن لما نعد أشياء ممكن تطبق لأنه فيه مشاريع تطبقت ومشاريع ستطبق هي قيد الإنجاز في هذا الخصوص هل فيه اليوم ترشيد لخطابات وتصريحات المنتمين لمختلف القوائم هل فيه اليوم تحذير لهذه الورشة الكبيرة أنه ندخل بخطابات واقعية لا نعد بأشياء لا نستطيع اليوم إن جزها في نهاية منجزة الانتخابات السيد الفاضل على مستوى حزب جبهة التحرير هذا الشراء الآن منتشر وبقوة أنه يجب أن نبتعد عن الوعود الرنانة أشياء التي لا يمكن تحقيقها لا يمكن أنك تتوعد مواطن أو ناخب بأنك تمضي إلى مشاريع مستشفيات طرق أنا شفت بعض الأرسال الأحزاب يتكلموا على مشاريع ودبي وشيء من هذه القابلة وعلى أرض الواقعة ربما هذه الناس ما يقدرش يحقوها على الأقل في المرحلة الحالية ما تنسيش بالجزائر تبر من مرحلة صعبة خاصة على المستوى الاقتصادي اليوم فيه أولويات في برنامج حزب جبهة التحرير البرنامج الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطن هي شغلنا الشاغل أكيد نحمل مشروع على مدة خمسة وعشر وخمسة سنة لكن فيه أشياء ذاغطة في اللحظة التي نمر بها يجب أننا نعطيها أولويات والمجلس الشعب الوطني القادم أنا قدرك بأنه راه الآن عمام تحديات ومسؤوليات كبيرة ورشات ستفتح ولكن أكبر ورشة سيتم التركيز عليها على قدر بالنسبة لجبهة التحرير هو أننا ننضي إلى المرنامج الاقتصادي كيف نفعل الآليات والسيناريوهات والطرق حيث نعمل على جلب موارد جديدة خارج قطاع المحروقات وأننا نعكس هذا على حياة المواطن لماذا؟ لأن المواطن الجزائري مل من الوعود حاب يكشف وعود ولكن تتجسد على أرض الواقع ويشوفها في حياته في مسكنه في النقل في التربية في التعليم وبهذا نرجع الخطاب السياسي أن يكون خطاب واقعي وليس خيال نبقى مع الخطابات والوعود التي تقدمت بها الأحزاب السياسية ثلاثة أيام اليوم ندخل اليوم الثلاث لبداية الحملة الانتخابية سيفاة حبوطبيق نتحدث حول هذه الوعود والانتخابات والتجديد على الأقل في الخطاب السياسي على مستوى قادة الأحزاب السياسية هل اليوم الأحزاب السياسية فعلا جددت من خطابها السياسي غيرت من طريقة مخاطبتها ليشارع أنه اليوم الشارع تقريبا تغير بشكل جذري مع الانتخابات المقارنة مع الانتخابات الماضية هل فعلا مثلا جبهة المستقبل خطابها اليوم يراعي كل هذه المعطيات سواء سياسية اقتصادية والاجتماعية لأنه في الأخير المواطن والناخب ينتظر ما الذي سيكسبه إذا ما صوت لقائمة معينة أو قائمة أخر نعم إذا كان ما فهمناش الدرس من ما جرى منذ سنتين وما حصل في الساحة السياسية وما يدور في الساحة السياسية دون شك سنا يدور في حلقة مفرغة وبالتالي على ما أظن نحن محتاجين إلى بيئة سياسية قوية والبيئة السياسية قوية تحتاج إلى أفكار في مستوى تطلعات على الشعب الجزائري وبالتالي الخطاب وصدق الخطاب ومعركة الوعي تحتاج إلى ممارسة تختلف تماما على المعارضة وبالتالي على ما أظن إذا كانت تكلم معجزات جديدة تحتاج إلى عنصر بشاري كفر قوي والعنصر بشاري الكفر القوي يحتاج إلى إرادة شعبية قوية وبالتالي إذا كان غدوة برلمان فيها ربعمائة وستة أو ربعمائة وسبعة نائب في البرلمان هذا برلمان إذا كان أسسنا له أسسنا إلى سلطة تشريعية متمكينة بمفهوم عندها مخرجات غدوة قوانية في المستوى عندها مخرجات غدوة أجهزة تنفيذية في المستوى وبالتالي تكون هناك قارات تنفيذية قوية ثورية تكون لها الأذان صغيرة لدى الشعب الجزائري وبالتالي يكون عندنا القبول والرضى وبالتالي على ما أظن إذا كان أسسنا إلى سلطة تشريعية متكمنة متمكينة سنقضي على فساد تشريعي سنقضي على تذخم تشريعي اللي كان من وراء فساد تشريعي وكان من وراء فساد مالي وأخلاقي إلى غير ذلك سنجشجع ما يسمى بالرقابة البرلمانية القوية اللي تخلي الشعب حس باللي عنده نائب راه عنده عهدة وطنية وبالتالي ما تكونش هناك قطعة أو القطاع للنائب عن المجموعة الوطنية ويصبح القارات الوطنية والمسائل الوطنية لا تناقش في مواقع التواصل الاجتماعي بل تناقش في البرلمان لأنه هناك جينا عندنا المعيار اللي يقيموا به الصدق والأحقية والأولوية لهذه القضية الأخرى وبالتالي لما يكون عندي برلمان جامع مانع يمثل على الأكثر يمثل بسبب كبير الشعب الجزائري ويمثل يعني الإرادة على الشعب الجزائري دون شك ستكون القرارات والقوانين التي تخدم المجموعة الوطنية وبالتالي سنشكل جبهة وطنية الأمور اليوم أصبحت مستعجلة يجب جميعا ما لازمش نشوف بعين السوء أو العين السلبية إلى الطبقة السياسية بل بالعكس الطبقة السياسية تتغذى من النظار السياسي ولما يكون عندي فراغ سياسي ويكون عندي يأس ويكون عندي إحباط لما أننا ننشر باللي أن الطبقة السياسية مايش في المستوى هي حقيقة تركه متاع الماضي ولكن نحب ونكره بها نغذي العمل السياسية نحتاج إلى تنافسية ونحتاج إلى مناظرين من جهة أنهم يناظروا من أجل تحقيق مستقبل أفضل ومن جهة أخرى أنهم يكونوا مقاومين يقاوموا العوائق والسلبيات الموجودة والأطار الموجودة لأننا نؤمن بأننا كنا جزائريين حقيقة إذا كان نجي الواقع الاقتصادي والاجتماعي هناك مشاكل كبيرة وتحديات كبيرة حتى التحديات الخارجية كبيرة ولكن يجب أن نفتح نافذة أمل وبالتالي لما نعطي صورة إيجابية للمواطن لأننا نؤمن بأن الانتخابات هي الأسلوب الحضاري والآمن للتغيير أما نبقى في سلطة الشارع لأن سلطة الشارع عندها دور تاحة وهي إزالة منظومة فاسدة كانت قائمة اليوم رأنا كيف رجع من سلطة الشارع إلى سلطة الشعب ونأسس إلى سلطة الشعب عن طريق انتخابات تشريعية وبالتالي سنقتحم معركة التغيير بإصلاحات سياسية اقتصادية قانونية داخل قبة البرلمان وسنؤسس إلى سلطة الشعب متوازنة دون شك ستقول الكلمة انتاحة بصدق أمام الشعب الجزائري وستكون هناك تجادبات مع الجهاز التنفيذي في إطار توازن أو فصل بين السلطات وكذلك سنعمل على بناء قوانين تخدم المجموعة الوطنية مشكلتنا اليوم أننا بقينا في تدخم في القوانين فيه يعني مكانش رؤية واقعية لأن الجزائر عندها خصوصيتها جزائر قارة 1600 كم ساحل نؤمر عندنا اقتصاد بحري حقيقي يعتمد على السيد البحري على السياحة البحرية على النقل البحري هذه أشياء يعني هذا الساحل واحد يخدم على الجزائر مقدمناش نخرج من بعض المعوقات بقينا نتغنىوا بعض الماضي قديم والله نطلع عن صقف المطالب أو صقف الطروحات حتى نعيشوا في عالم أفلاطوني أو في عالم ملائكي وحننعلم باللي أن هناك مشاكل كبيرة المواطن يحتاجوا إلى لسان صادق ويحتاجوا إلى جهد موجود في العرض وبالتالي المواطن لنفس المشكلة لا يعيشها في العاصمة ويعيشها في تزوز ويعيشها في تمسان ويعيشها في تمرست كيف أن نجمع المجموعة الوطنية بهدوء نمشي إلى مرحلة أكثر هدوء أكثر استقرار وبالتالي الحل سيجينا من العمق تعالى الجزائر عمل شأن خلقه حل جديد وبالتالي على معظم يجب أن نستفيد من التجارة السابقة ونستفيد من الواقع ونبني مستقبل كبير ولهذا قلنا دائما انتخب المستقبل المستقبل سيجمعناه أكل بالرغم للظروف ومشاكل الموجودة المستقبل سيجمعناه نظيف خلينا نطرح لك تسأل ربما يتبادل في ذهن أي مشاهد المستقبل لا تتكلم عن المستقبل مش مستقبل كحزب حتى على حزب وجبهة المستقبل اليوم ما هي المرتكزات التي ترتكز عليها جبهة المستقبل لبناء هذه الصورة الجديدة الممارسة السياسية في البلاد ترتكز على برامج جديدة تراعي مقاومات البلد الاقتصادية وبالتالي الذهاب بعد تشريعية في حل مفازة لبناء هذه القدرات الاقتصادية على أرض الواقع ترتكز على الكفاءات ما الشيء الذي قد يقتنع به اليوم الناخب الجزائري ويصوت على جبهة المستقبل جبهة المستقبل كحزب سياسي وعد عنده تقبل ثمان انتخابات دخلناها كامل بسدق دخلناها بخطاب واقعي يعني أكسبتنا خبرة أطلعتنا على الواقع ونحن حاول نزرع الأمل في الحقيقة عدنا رؤية عدنا رؤية سياسية وعدنا رؤية اقتصادية ولكن الرؤية الاقتصادية والسياسية تحتاج إلى هدوء تحتاج إلى توافقات تحتاج إلى حوار ونقاش فعال بلنا عنده مخرجات حقيقية ولكن في الزمان تعه وفي المكان تعه ما يكونش فوضاوي هكذا فقط وبالتالي ما نعطيش فرصة لبعض الأشخاص اللي أميوش بالديمقراطية بعض الأشخاص عندهم محاكمات سياسية قديمة نرجع إلى البداية ونرجع إلى 62 ونرجع إلى 89 بل بالعكس احنا في جبهة المستقبل عدنا نظرة واقعية تبدأ من العنصر البشري لما نزرع الأخلاق ونزرع القدوة الحسنة لما نمشي ونبين ونعطي قيمة العمل الانتخابية لأنها أساس التغيير لما نقى يوما ما رئيس بلدية خارج بعشر الاف وخمساشين الف صوت وبالتالي ما يصبحش لما نقى منتخب عنده قيمة عند الشعب الجزائري والمنتخب يدير حساب للشعب الجزائري لأنه هناك معركة أخرى وهي الانتخابات القادمة هي معركة وهي محطة للتقييم من جهة ومحطة كذلك التثمين وبالتالي على ما أظن إذا كان زرعنا المواطنة الحقة ونستثمر في الانتماء الوطني بالبعدنتاء والأمازيغي والعربي والإفريقي والإسلامي والمتوسطي دون شك الجزائر عندها مقاومات كبيرة بشرية ومادية فقط تحتاجوا إلى كفاءات نستثمر في الكفاءات الجامعية عندنا عصر البشري في الخارج لازم نجبدو لازم نبهره عندنا كذلك مقاومات فلاحية مقاومات سياحية وبالتالي ماشي نختارع حاجة جديدة فقط عندنا نبني خطاب نحط أرضية سياسية قوية نتكلم على اقتصاد وننطلق لازم تنطلق على عجلة البناء لأنه حقيقة ضيعنا الوقت بزاف وضيعنا جهة بزاف وما زمنا ما خرجناش من المرحلة الأولى ولهذا المواطن لي وما زم يأمنش بالمختلف الخطابات السياسية وينتظر الفعل قبل 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 هناك حاجة أخرى حاجة أخرى يجب أن نأكدوا لها معركة الهدم أي صغيرة تقدر تلتري بسيطة مؤسسة ولكن بما يتبلي لازمك الصبر والحكمة والبصيرة ولازمك مجال زماني شوية واسع ولازم المصارحة نسكل بصدق بالرغم المشاكل الموجودة ولكن تأكد مع الجديد سيأتي الجديد وبالتالي نتغنى بالماضي المجيد نتغنى ونتغنى بما ضحى من أجله الشهداء والمجاهدين ولكن يجب أن نكتسب عوام القوة من خلال المقاومات الموجودة ونأخذ بأي دين نحو المستقبل ونتكفى مؤسسة الجمهورية أستاذ علي ربيج كثير من الأحزاب السياسية تنتقد أو كانت تنتقد سواء الوزراء أو السلطة بعدم مصارحة الشعب بتحديات التي تواجهها البلد سواء المستوى الاقتصادي الاجتماعي وغيرها لكن كذلك الانتقادات اليوم توجه الأحزاب السياسية بحد ذاتها التي دخلت هذه الحملة الانتخابية بعض يتساءل كيف لحزب سياسي معين مثلا أن يطلق وعود ببناء منشآت وبنية تحتية وهو لن يكون بمقدوره تجسيد هذه الوعود وبالتالي التساؤل هنا كيف يتم بناء أساسا بناء هذه البرامج التي تدخل من خلالها الأحزاب السياسية معترك أي استحقاق انتخابي هل يتم مراعاة مصارحة النفس قبل مصارحة المواطن اليوم أن يطلق مثلا برنامج اقتصادي ولكن حقيقة لديه أدوات تجسيدها الأرض الواقع الجزائر كان عندها منذ سنوات برامج اقتصادية وبرامج وخطط الجزائر عرفت ما صار فيما يتعلق بعائدة بيترول ولكن لم تتجسد أي شيء على الأرض الواقع لم يكتشف ولم يلمس المواطن الأفرع في حياته في قدرته الشرائية لأنه خلل كان فيه خلل كان فيه فساد كان فيه تزاوج بين المال والسياسة كان فيه انحرافات على مستوى الأشخاص وليس على مستوى المؤسسات لأن المؤسسات كان فيها ناس خيرين تم تهميشهم تم إقصائهم وأعطيت المجال للناس الفاسدين المفسدين أنا نقول لك الفساد موجود الإدارة لعبة دور في الفساد لعبة دور الأحزاب السياسية شاركت المواطنين وبعض المواطنين عن مستوى المصالح لما نتكلموا عن البلدية هو مواطن نتكلموا عن الولايات موجود مواطن المواطن اللي يطلب رشوة من المواطن بيش يدخل وظيفة هذا النوع من الفساد المواطن اللي يقوم بهدم وتبذير المال العام هذا النوع من الفساد إحنا الآن نريد أننا نصحح المفاهيم وأننا نسترجع هذا المواطن لأن المواطن خلاص في قد الثقة في الماضي الآن هو حاب يرجع الثقة وين يرجعها؟ يرجعها في المؤسسات يرجعها في البلدية في المجلس الشعبي الولاي ويرجعها في المجلس الشعبي الوطني الذي للأسف شديد صورة نماطية اليوم موجودة عند المواطن أن هذا النائب يذهب لكي يخلص يدير 40 مليون لكي يمس أموره والعائلة تاعه هذا خطأ لأنه ممارسة الماضي لماذا قلت لك اليوم في الحملة الانتخابية لدينا نوع من التحدي التحدي على مستوى الأشخاص لأن القائمة اليوم بالنسبة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة 36 مثلا في العاصمة 36 واحد هم قاعدة تدوليس هم قاعدة رؤساء الرؤوس القائمة إذن التحدي على مستوى الشخصي حتى التحدي على مستوى المواطن بأننا نقلع هذا المواطن بأن يعود إلى الصندوق وأننا نثق في الصندوق ومخرجة الصندوق لكن ما ينزمش نغطو الشمس بالغربات الأمور صعبة جدا طي تغيير هذه الصورة أنا نقول لك ما الذي يتغير بالنسبة للمواطن من معطيات لتخليه يغير قناعاته تجاه حزب معين وقائمة معين الظروف التي نمر بها الآن شوف منذ 22 فيفري إلى يومنا هذا تقريبا سنتين كان فيه ديتوندونس كان ينزوج توجهات توجه يدفع بنا نحو مرحلة انتقالية ومرحلة تأسيسية ونخرج على إطار المؤسسات وعلى إطار الدستور ومرحلة أو اتجاه آخر وهو القوي هو نبقى في إطار المبادرة والإطار الدستوري ذهب إلى الانتخابات ذهبنا إلى انتخابات رئاسية ذهبنا إلى تعديل الدستور قانون الانتخابات والآن نمضي إلى مجل الشعب الوطني ما تنساش سيدي الكريم أن المجلس الشعبي الوطني قد تم حلوه من طرف رئيس الجمهورية هل يعقل أننا نمضي إلى عدة أشهر بدون مجلس الشعبي الوطني هذا خطأ هذا متخير يجب أن يفهموا المواطن بأنه ضروري نمشي إلى هذا المجلس الذي سيبقى مجلس مطلب سياسي ومطلب شعبي الذي يتغيره على طريقة إدارة هذه الانتخابات السلطة المستقلة اليوم أصبع عندها صلاحيات أبعدت الإدارة أبعدت وزارة الداخلية وهي تثبت يوم بعد يوم أنها قد نجحت في هذا التحدي التحدي الثالث هو على المستوى المواطن اليوم شفنا هذه الأعداد الكبيرة بالآلف من المترشحين من كل أطياف المجتمع الجزائري نساء ورجال أقل من 40 سنة يبدو أن الرسالة التي كنا نتكلم عليها مع صفاتها طيلت أيام الحراك وطيئت أيام الماضية كنا نقول لي يا جماعة خلوا بيننا وبين المواطن ما تقولش أنا حزب كبير وأنا حزب صغير وهذا حزب إكدا لا خلي بيني وبين المواطن ولكن أضمنني ضمانات قانونية أن المواطن لما يخرج ويحط الاسم تاعه أو يحط القائمة مثل الأفلان ما يخرج شيء آخر هذه الممارسات وهذه الضمانات هي اللي رأي الآن ترجح في المواطنين بدليل أن مواقع دولية وفضائية دولية تطرح هذه الأشياء ما الذي جعل كل هؤلاء الشباب وهذه الكفاءات وهذه الأساتد وهذه الدكاترة يأتوا لكي يرشحوا في القواب لماذا أن يقول لك هذه المتغيرات هي التي دفعت بهم إلى الذهاب إلى الترشح وكذلك أتوقع أن نسبة المشاركة ستكون بين 35 إلى 40 ممكن تصل إلى 50 لماذا؟ لأنه يزب وننوجه رسالة إلى المواطن الجزائري إلى الناخب الجزائري الآن كنا نتكلموا على زمانات دا ستة وسبعة وأن الشعب هو صاحب السلطات اليوم جاء الوقت باش المواطن يضلي بصوته مكاش تزوير مستحيل مكاش راح نزيد ونعاود ونشوف التزوير كما كان في الماضي مستحيل مكاش اليوم الحر هو المواطن هو الناخب يمشي للصندوق يعطي لي زيد أو فلان ما يهمناش المهم نخرجه بممثلين حقيقيين داخل مجلس الشعبي الوطني ونزيد سيدي الفاضل الدستور أعطاه زوج خيارات الخيار الأول هو الأغلبية الرئاسية قد تكون فيه تحالف ونمضي إلى أغلبية رئاسية وتكون حكومة ذات توجه أغلبية رئاسية لكن يمكن من خلال دستور 2020 أننا نمضي إلى حكومة ذات توجه أو أغلبية برلمانية هنا قد تكون برامج غير برامج الرئيس وهم حرين يطبقوا البرنامج المهم أنا واشراني حاب نوصل أننا نخرج بنتيجة من هذه الانتخابات وأننا نخرج حكومة كفاءات وطنية تعمل على تحسين قدرة الشرائية للمواطن تحل مشاكل المواطن ونمشي إلى معالجة القضايا الجوهرية بعيداً على لغة الخشب عن الوعود وعلى المهاترات نحن في الجبهة التحرير في الآن في البرنامج تعنا وفي التعليمات تع القيادة أننا نخرج ونبتعد عن المهاترات والجدال ما بين الأحزاب الأخرى أو القوانين أخرى ركزوا على المواطن وصوت المواطن وأكيد أن المواطن سينتخب على الجبهة التحرير يلا نعود لك أستاذ بطبيق ما طموح اليوم جبهة المستقبل في الانتخابات التشرعية المقبلة أن تحوز على عدد كبير من المقاعد البرلمانية ولكن ما السبيل لذاك؟ ما الذي ستعد به الجبهة الجزائريين؟ وهل المواطن اليوم يتمعن في الأشخاص الذين ترشحوا ضمن قوائمكم؟ ويتمعن كذلك في براش؟ نعم، أولاً الواجهة السياسية اليوم راهي معروضة للتسكية من طرف الشعب الجزائري صاحب القرار هو الشعب الجزائري يبقى الآن حسن الأداء ما نبلغه إلى الشعب الجزائري دون شكحة الشعب الجزائري فقط نعمل على إعطاء القيمة الإيجابية العملية الانتخابية بمفهوم يعني لازم نفهم المواطن بللي التغيير الحقيقة وعن طريق الانتخابات يبقى الأحزاب السياسية هي مدرس تضع من تضع وترفع من ترفع ولكن القرار في آخر المطاف هو للشعب الجزائري نحن في جبهة المستقبل نعمل على زراعة الثقة أولاً نعمل على خلق جوه من الهدوء والطمأنينة نعمل على بعث حوار ونقاش سياسي مسؤول فرق ما بين أن يكون عندنا نقاش سياسي متشنج والله يكون فيه نوع من الأفكار يعني الوهاجة اللي يتبعدنا على حق الواقع ونعيش في أحلام أو نعيش في واقع مؤلم ونعطي فرصة للآخرين الناس اللي ما مش قادرين تحمل مسؤولية في المستقبل وبالتالي نصبح أمام حياة أخرى مترهلة أكثر ونصبح أمام مخرجات سلبية الآن على ما أظن ضيعنا الوقت الكافي الآن الانتخابات الشرعية 2012 2021 نعتبرها فرصة مواتية لتغيير وخاصة لما خرج الشعب الجزائري بهذا الأعداد الهائلة ولما نشوف مثلا فقط برحلة ترشح في حذاتها والإقبال الهائل لكل فئات المجتمع أحبيت منك رسالة في الأخير المختلف الفاعلين اليوم في هذه الحملة الانتخابية لأنه صناعتها التغيير وصناعة هذه الصورة الجميلة على الممارسة السياسية في البلد اليوم يصنعها الطرف الرئيسي في الحملة الانتخابية طوال مترشيح للانتخابات أنا أستحذر الحديث لما يقول في الحديث من قال بأن الناس قد هلكم فهو أهلكم نحن إيجابيين وربي لما خلقنا وبعثنا في الأرض بعثنا من أجل رسالة أننا نعمر الأرض بالخير السلبية والإيجابية تبقى موجودة إلى يوم الدين المجتمع الملائكين يجلوها في الجنة الآن هل النفس البشرية الذي ألهمها فجورها وتقوها قادرين نحرك فيها العنصر الإيجابي والعنصر الإيجابي مهما كان الشخص في الجزائر رحوا بوطن جزائري وبالتالي على ما أظن إحنا ما عدناش أرض إلا الجزائر وما عدناش وطن إلا الجزائر إذا قدرنا بحكمتنا وباصرتنا وبكفائتنا وبإخلاصنا ووفائنا لهذا البلد على ما أظن مهما تكون الظروفين نعيشوها نغضون نخرجوا منها بأقل تكاليف ونمشيوا إلى مرحلة قوية فبالعكس ربي حابنا بكل أشياء يبقى الخير موجود والشر موجود فقد كفائنا ندفع بالخير رحوا الأمام اليوم الشعب الجزائري رحوا واعي واعي حقيقة لأن إذا كان نتكلم على 24 مليون ناخب فما يؤرقنا لما نقى روحي أمام ونقى وفوسنا أمام عزوف سياسي كبير وأعزائي عزوف سياسي يكون عفوي ما يكونش يعني حكمي لأن الفرق ما بين عزوف سياسي الحكمي اللي فيه نوع من الوعي السياسي بل عزوف سياسي العفوي هو مجرد لا مبالات وبالتالي نصبح تصبح المؤسسات هشة وبالتالي ما نقدرش نحقق الثورة الاقتصادية في الماضي عشنا ثورة زراعية عشنا ثورة تحيانية كبرى اليوم يجب أن نعيش ثورة سياسية كبيرة ونعيش ثورة انتخابية وهذه على ما أظن فكرة نرضمها في أوساط الشعب ونمشي إلى سندق الاقتراع والشعب يرفع من يرفع ويضع من يضع ثم سنجد يوما ما برلمان ولو نسميا قوي يتحمل نسؤولته ويسمع إلى انشغالات الشعب ويحققها في شكل إصلاحات قانونية قوية ونمشي إلى صناعة المستقبل بنوع من الجدية ونخرج من الكلام المعسول ونخرج من الكلام المتشنج ونمشي إلى كلام واقعي ونمشي إلى أرضية سياسية قوية نفس تسأل أستاذ علي ربيج اليوم بعيدا عن كونة المترشح في هذه الانتخابات كأستاذ جامعي ما المطلوب اليوم مختلف المترشحين وخصوصا تصريحات قادة الأحزاب السياسية كيف نصدر هذه الصورة الجميلة أن ندخلنا حقيقة ممارسة سياسية جديدة أو حياة سياسية جديدة أكيد لأن الخطاب السياسي وإذا كنت تكلمت على مستوى خطاب السياسي وتجديد الخطاب السياسي وتبني خطاب سياسي واقعي يقنع المواطن ويقنع الناخب بأننا نمضي إلى مرحلة جديدة على كل أحزاب السياسية على كل قوام الحرة أن تتبنى خطاب واقعي تلامس حياة المواطن تلامس وجدان ومشاعر هذا المواطن وتصارحه على مستوى حزب جبهة التحرير قد لك تبنينا خطاب واقعي نقول ونكاشف ونعطي الحقيقة لهذا المواطن إذا فيها أزمة اقتصادية وقل أزمة اقتصادية إذا فيها أزمة السكن ويوجد أزمة السكن إذا فيها أزمة على مستوى الشخصيات قلنا فيها أزمة على مستوى الشخصيات لكن لا يبد أننا لا نفقد الأمن يجب أننا نعطي ثقة في هذا الشباب في هذا الألف المترشحين لأنهم على الأقل يملكون حب لهذا الوطن وعندهم نية وإرادة خيرة باش يخدموا هذا البلد وما زال الخير في أمتي إلى يوم الدين فقط نضع اليد في اليد باش نمضيه إلى هذه المرحلة لماذا؟ لأن فوز في الانتخابات ودخول في مؤسسة سياسية قوية هو ليس انتصال لحزب وفلال هو انتصال الجزائر لأمنها واستقرارها في ظل هذه التحديات وهذه الأبواق التي تريد أن تشوش على الجزائر وتمضي إلى بها إلى المجهود وصندوق والمواطن وهو الفيصل الفيصل أمم كل المترشحين بالتوفيق لكما في الاستحقاق شكرا التشريعي المقبل الأستاذ علي ربيج الأستاذ المدرسي العلية للعلوم السياسية والعلاقات الجمع ومترشح على حزب جبهة التحدي ومترشح على مستوى العاصمة حزب جبهة التحدي الواطن العاصمة كل التوفيق لك شكرا كذلك أستاذ فاتح بطبيق قيادي في جبهة المستقبل شكرا لك ومترشح في جزائر العاصمة كذلك ومترشح في التوفيق للكفاءة مهما كانت الحزب ومهما كانت الوعاء السياسي فقط يجب أن نقتنع بالعمل الانتخابية ومن فوتش الفرصة نختار كفاءات الأحسن في الأحسن فعلى ما أظن حجم التحديات كبير جدا يحتاج إلى أشخاص صادقين صادقين مع جزائر وأوفيه وهدف الجمع يجب أن يكون إنجاح هذا المطار السياسي الجديد شكرا لكم